اشتركوا في القناة امام درست مولاي يوسف كان طلبه من المواطنين يساهموا ويجيوا يتاخبوا ويدروا ذلك الشيء اللي يبغوا حمو حرارة امام الله وامام الوطن وخص الإنسان يقوم بالواجب دياله مسؤولية المسؤولي انهم قوموا بالواجب ديالهم امام المواطنين لقاش الإنسان دات عليهم حتى السمع كاللي دات عليها طيبة كاللي دات عليها دائرة ولكن طلبهم الله يكون بهم ويقوموا بالعمل ديالهم والواجب ديالهم ويتحمل المسؤولية كما هي نتمنى انه هذه عملية هذا ما يعني مصير وطني انه بناخس للشباب كامل يعبروا على الحضود ديالهم والاقتراحة ديالهم والناس اللي وضعوا فيهم اتقام باش يحقوا لهم ذلك المطالب نتمنى هذا النيداء ذي صاحب الجلالة نتمنى وقع الشباب يتلبيوا الطلبات ومواطنين كامل يتلبيوا إننا لا معبرناش على اقتراحة ديالهم وهذه هذين يفتحوا مجال الناس اللي ماشيين اهلين لها المهمة باش يديروا ما يبغوا في هذا البلاد رغم أن جالة المالك يدعم المشاريع ويدعم جميع الأخرين وبغاء يزيد في هذا البلاد القدام ولكن الناس خصتها تكون مثال لهذا اليوم ان شاء الله نتمنى وهذه المسؤولة التي ينتخبوهم أن يكونوا حسن ضن المواطنين لأن هذا الأخرى هي مسؤولية رأي منه تكليف ماشي الأخرى ينسخصوا يقض المسؤولية ديالهم والوعد اللي يعطوها المواطنين قصوم يكون قدها يعني ماشي يعطي مواطنين دبا وعود ومن كي يديروا الانتخابات هذي كتكون الناس وعد أخرى نتمنى أنهم يكونوا في الوعد ديالهم اللي يعطوهم المواطنين مكتب تصويت 317 مدرسة الفيردوس يقبل الحمد لله في هذه الساعة هذا بدل الحضاش ونصول الله الحمد لله لديك شيء في المستوى وكان دعو المواطنين أنه كل واحد يأتي المكتب تصويت يعبر على صوت دياله وهذا تصوأ العيني ضروري من نسبة لكل مواطن واجب وطني بالنسبة لتوقف تصويت على الساعة السابعة مساء باقينا باقي الأمر باقي تصويت مرها مستمر إلى حدود الساعة السابعة مساء ندعو المواطنين للتحاق بالمكاتب تصويت ترجمة نانسي قنقر